سرح الرئيس التنفيذي لهئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سيد محمد علي القائد على أهمية الملتقى الحكومي 2017 كونه يعكس نجاح السياسة التي تنتهجها الحكومة المواقرة في تحقيق ريد المواطن عبر التقييم المستمر لجودة أداء الخدمات المقدمة والمساهمة في توفير خدمات حكومية مطورة للمواطنين بأفضل جودة مشيرا إلى الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل الذي عزز من فعلية أداء المؤسسات الحكومية وساهم في تطوير الخدمات العامة من خلال الاستجابة المباشرة والسريعة الأمر الذي خلق نوعا من روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الحكومية فيما تقدمه من خدمات وفيما يتعلق بإجمالية عدد الملاحظات الواردة عبر تواصل منذ يناير وحتى سبتمبر 2017 فقد تجاوز عدد الطلبات الواردة 12 ألف طلب وردت عبر البوابة الوطنية بحرين دوت بي أتش وعبر التطبيق الإلكتروني بحرين دوت بي أتش سلاش أبس وقد ارتفعت نسبة التجاوب ضمن الفترة الزمنية المحددة والتي بلغت 99% من نسبة الطلبات المرفوعة تجدر الإشارة إلى أن عملية تطوير النظام مستمرة لتحقيق أعلى مستوى من الفاعلية وقد جرى مؤخرا تطوير نظام تواصل المساند داخليا للجهات الحكومية بشكل كلي بالإضافة إلى تطوير نظام التقارير والإحصاءات كما شملت التطويرات مراجعة الفترات الزمنية للتجاوب مع الطلبات المرفوعة وإضافة تقارير جديدة للنظام مع استحداث بعض الخصائص منها رفع تقارير خاصة بمكتب الوزير وإضافة تقرير لقياس مستوى أداء الردود بشكل تفصيلي ترجمة نانسي قنقر